انت وقت سهلا وحبيبكم تشايفه انجح مدير كورة في كورة القدم المصرية طبعا طبعا بالاركام اه هو معاه منظومة كبيرة النادي الاهلي يعني معلش عشان برضو ما نقولش ان سايد نجح لوحده لا هي منظومة النادي الاهلي بتساعد بشكل كبير اي حد بيجي فيه اي حد اي حد معلش مع احترامه وبيدخل على منظومة مش بيدخل يعمل المنظومة هي دي تفرق كتير جدا فيه فرق ان انا بدخل على منظومة وبامشي بنفس المنظومة وبنفس النهج وبنفس النظام اللي موجود عليه ممكن اضيف انت فاهمني اضيف لكن مش ان انا حخلق المنظومة فعشان كده بقولي النهاردة ان سايد نجح مع منظومة النادي الاهلي لانك انت منظومة النادي الاهلي هي كذا قسمة كريمة النهاردة فيه قسم تسوية فيه قسم فيه ادارة كورة القدم فيه لجنة الكورة فيه لجنة تعقدات زي ما انت بتقول فالنهار ده أنا بشغل جزء معين في المنظومة دي نجحت فيها أه نجحت فيها بالأرقام نجحت فيها ممكن سيد جي في وقت دخل في حاجات مش يعني ما تخصش مهامه لكن التوقيت دوت هو جرين إن أنا أدخل في الحاجات دي التوقيت اللي كان فيه المشاكل الكلام الكتير وممكن تكون خدت من تفكير سيد شوية ومن تركيزه شوية لكن هو كان مطالب في الوقت إنه هو يبقى يطلع يتكلم في الحاجات دي